أهلا بحضراتكم الجديد مستمرين في حوارنا مع سعاد السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنعها وأيضا للإتجار بالبشر أهلا بكي مرة تانية سعاد السفيرة وكننا عايزين نتكلم عن الحملات التوعوية كمان اللي بتقوموا بيها وهنتكلم في تفاصيلها لكن الأول إيه الهدف من وراء هذه الحملات سيم حضرتك قلتي بن معي المواطن أعرف حضرتك كلمة الإتجار في البشر مش معروفة مش معروفة عندنا في مصر تخيالي حضرتك أن في مرحلة معينة كان فيه ناس بتقول أن كلمة الإتجار في البشر دي كلمة بذيئة وأن احنا معدناش إتجار في بشر كل دول العالم عندها بدرجة أو بأخرى وأنا لما أتكلم عن هذه القريمة وأواعي ناس ويبقى عندي تشيعات وأعاقب أي واحد يعني يفكر أنه يستغل الإنسان في ضعفه يبقى أنا بعمل خير للمواطن وخير للمجتمع يعني مش بطلع حاجة سيئة عن المجتمع إطلاقا فدي لازم أواعي عشان الناس تعرف في ناس طبعا مش متعلمة مش وعية وفي ناس متعلمة وما تتخيلش إن الإجرام وصل لهذه الدرجة من التطور ومن الخطورة فليازم نقوم بهذه الحملات التوية التوية درجات وأنواع ولكل فئة ومجموعة لها لغة بكلمها فيها يعني أنا مروح كمان كم يوم أنا مسافة إسكندرية عندي دورة بقول بسميها دورة نقاشية مع السادة الأضاء لأنهم معرفين القانون ولكن بكلم عنهم معهم على قوانين مقارنة مثلا عشان لم أجلهم مثل هذه القضايا والتطور في الرؤية القانونية بالنسبة للموضوع نفس الحكاية بالنسبة لنيابة العامة لكن في دورات مع العاملين في دور الإيواء لازم أفهمهم الجريمة لازم أفهم الجماعيات الأهلية الجماعية الأهلية لها قدرة على التواصل في الكرة والنجوع والمناطق البعيدة أكتر مني مفيش حد بينافسها في كده إلا تليفزيون لكن أنا مقدرش فهم برضو بتواصل معهم وعملوهم توعيد عملنا قبل الكورونا مع الأطباء لأن الضحايا بيروحوا بيبقوا عندهم مشاكل صحية ونفسية وكده والأطباء لازم أن يبقوا على دراية بذلك فينا الإعلام مهم جدا أنه يفرق ما بين نوعيات من الجرائم المدرسين يعني كل الفئات دي بيتم اللقاء بيها والاتفاق معها على كيفية توعيد من يتعملون دي آخر حاجة عملنا مع التنمية المحلية طب ده شيء رائع بالنسبة للحملات الإعلامية لأنه هنشوف برضو جزء منها يعني دلوقتي هذه الحملات الإعلامية سعدت السفيرة يعني قوليلي البداية كانت إزاي ويعني الخطوة الأولى اللي أخدتها كانت إزاي أنا عايزة أنشر الموضوح لأكبر عدد من الناس لأني الآن عايزة الناس تعرف مش لأن الجريمة موجودة لأنا خايفة من الجريمة فابتدينا كنا بنزور المحافظات كنا عمليه خريطة ولا تزال لأكتر المحافظات اللي فيها انتشار لهذه الجريمة وكنا بنسافر حملات ونشرح للناس مهما أعدت مع الناس قد إيه حقض معنا 300 نفر ربما مئة نفر هخلي الجماعيات الأهلية تاخد المادة اللي موجودة لدينا وتستخدمها على فلاش ميموري أو خلافة ووصلوا لأتي إيه لكن حملات الإعلامية زي ما حدك شايفة على أوتوبيسات محطة المترو في الشوارع تنبه الناس فده أعتقد مطلوب مش لأن برضو أكرر مش لأن الجريمة منتشعة ولكن أنا بحب لو في إمكانية أن أنا أحمي مواطن واحد يبقى أنا نجحت م تريد إيه كيف بدقي منتشعة شكرا كيف بدقي منتشعة